السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنى عدوهم حياكم الله بفيديو جديد وأيضا قصير ومختصر إن شاء الله لأخ مستفسر من الجزائر مستفسر قبل 15 سنة لنور محمد وآل محمد يطرح مجموعة أسئلة على الوهابية ويقول متى تفهموا إن إيران هي السبب هذا أصبح سبب والله العلي العظيم ضدكم وليس لكم الشخص الذي يستبصر إيران هي السبب الشخص الذي يرى الحقيقة ويرى النور إيران هي السبب الشخص الذي يتكلم بالدليل إيران هي السبب الشخص الذي يطرح تساؤل إيران هي السبب الشخص الذي ينتقد إيران هي السبب متى تفهموا إن إيران لا يمكن أن تكون هي السبب فالأخ يسأل بمداخلة جدا لطيفة وجدا جميلة جدا جميلة من هذا المتداخل حيث عرج على موضوع أن عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وعليه السلام ليس مستحيل أن يكون عمره بهذا العمر فهو لم يتجاوز عمر النبي آدم وأيضا النبي نوح وحتى في فيديو سابق أحد الوهابية يقول أنه من الممكن أن الشخص يعيش في ذلك الزمان إلى عمر جدا كبير إذن ما هي المشكلة إذا كان الشخص مرتبط بالله وعرج أيضا هذا الشخص الجزائري حيث تساءل أنه إذا أنتم لا تؤمنوا بعمر الإمام المهدي عجل الله للفرج فكيف تؤمنوا بالدجال أو تؤمنوا نعم بحديث الدجال وكما سنسمع إن شاء الله بتفصيل أكثر من الآخر العزيز المستفسر الجزائري نتمنى أنه وضع لأك لهذا الفيديو حتى إن شاء الله ينتشر أكثر وأكثر ولو نفع شخص واحد لو نفع انتفع به شخص واحد لك ففخرا لي فخنستنا إلى كلمة وعدة نرجع للتعقيب العام الشامل فخليكم الفيديو سلام عليكم عليكم السلام عندي حسين من فلسطين بس قبل حسين خليشوف الأخ من المغرب أو الجزائر وبعدين أجيك أخونا تفضل من المغرب أو الجزائر عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الحبيب بسم الله نشكركم على عزيز الله وعلى الحالة في المنتزى الله يحبه عليكم لحالة عليكم لحالة مسألة الاستبسار الله أنا أتكلمي لجزائر يعني استبسرت موضوع حوالي تكلمت عن هذه القصة استبسرت موضوع حوالي 15 سنة أرضم اللهم صلى الله وعلى محمد وعلى محمد اللهم صلى الله وعلى محمد مشكلة للاستبسار حقيقة ليست مشكلة وجود الإمام المهدي أو عمر الإمام المهدي لأنه ببساطة الإمام المهدي لم يبلغ عمر سيدنا آدم أو سيدنا نوح لحد الآن 1400 ساة لم يبلغ هذا العمر يعني هناك من عاش أكثر منه يعني ليس منطقيا أن نقول أن الإمام المهدي كيف هو يعيش بيننا يعني هذه مسألة تقبلتها بكل شهولة إليه يوجد أي شيء يجعلنا ننفي الإمام الذي هو اسمه ميم دار يعني على اسم رسول صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله نعم ثم لماذا تقول مسألة الدجال حقيقة كنا نسمعها نسمعها في المساجد يعني كيف وكنا نؤمن بها حقيقة كيف يمكن أن تؤمن بإنسان عاش ألفين سنة وهو مربوط وجزيرة يعيش بيننا لحد الآن وإنسان حر وإنسان حر لا يؤمنون به يعني المربوط يؤمنون به ويصدقونه ويكتبونه في الصحية وإبن فاطمة إنسان حر الله أقدره ما يؤمنون به أي مشكلة أخذ نعم هناك أحاديث أيضاً في السنة تقول لك بأن الإمام المهدي هو ابن فاطمة عليه السلام يعني لا يوجد أي مشكلة حقيقة من يريد يعني من لديه الأدلة موجودة من يريد الاستبصار يعني يوم القيامة عند الله تعالى يعني حقيقة كيف يجاوب الله تعالى هذا هو سؤال الذي أطرحه دائما شكراً لكم كيف تقابل الله تعالى يعني كل أدلة هذا الجزاء الذي اتصل الآن هربة هربة يعني عندما أعطيته عندما أكثرتم عليه أكثرتم عليه هربة لأنه لم يستطيع الجواب هنا مسألة هنا مسألة العدالة يجب أن تكون عادل ليكون هناك ميزان هناك الحديث الذي يهدم حقيقة الحديث الذي يخبره الذي يهدم المذهب هذا المذهب الغير حقيقي الذي يكون فيه هو حديث إن يتاركم فيكم كتاب الله الله هذا هو الحديث حديث مثل سيفو الفقه أما بالنسبة إلى المجووس الإيران المجووس إيران لم تتشياء إلا منذ ثلاثة أربعمائة سنة حقيقة وأنا لست عربي الشيء هو عربي والأمازيغ أنا أمازيغي أول ما تشتري يعني نحن الأمازيغ الدولة الفاطمية انطلقت من منطقة القبائل يعني قبائل قبائل كتامة واصنهازة انطلقت من منطقة بينتزيوز واصطير ثم انطلقت إلى مصر الدولة الفاطمية التي كانت تدعو إلى الإثماء عشرية ثم تحولت إلى الإثماء عيدية يعني حقيقة وكل هذا التاريخ ندرس ثم نقول أن الإيرانيين هم ماجوس وكل الدين السلسل مبني على الإيرانيين يعني من البخاري إلى إلى مسلم إلى كذا إلى الترمي يعني حقيقة يجب إعادة وضع ميزان هذا الميزان هو ميزان الحق الله يبارك بك مؤثر سؤاله بخصوص ماذا نجيب الله في يوم القيامة طبعا هذا التسال يجب على الشخص أي شخص أي شخص أن يخليه بين عيونك صراحة هذا السؤال خليه دائما بين عيونك لما نتناقش لما نتحاور أنه هل هذا الموضوع هو قربتني إلى الله تعالى هل هذا الشيء معارب أخرى هل هذا الانتصار الشخصي هل هذا الانتصار على مدى أني أبين أني الأفضل والأحسن والأكمل فهذا التساؤل لا يقتصر فقط على المسائل الدينية صح تبي المسائل الاجتماعية المسائل الأخرى اللي موجودة واللي إحنا جاي نعيشها فموجود أو هذا السؤال يجب عليك أن تحضر جواب لله نعم الأمور الاجتماعية ويجب أن نحضر لله جواب فكيف بالأمور العقادية التي تخص الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج تخص أهل البيت عليهم السلام تخص دين الله القويم وأيضا وأيضا تخص رسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بختام الفيديو أقول نحن نؤمن بحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والذي أنبع عن أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج سيأتي بآخر الزمان أنتم تشكلوا على الأمر فهذا إشكال على الله وعلى الله عز وجل فإنه هذا الإشكال يبين أنه والأيضا بالله استغفر الله عندكم تلميهات بأن الله عاجز